يعني برضو هنلاقي حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا طلب الحلالي طلب الحلالي فريضة على كل مسلم يعني معنى كده انه زي زي اقامة الصلاة زي ايطاء الزكاة زي صوم رمضان زي حج البيت والانسان اذا لم يتحرى الحلال لا يقبل له عمل ابدا على الاطلاق ولا مجالل اي شيء في حياته ولذلك هناك هناك حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بي لنا في ان الانسان اديه مسكين من يأكل الحرام مسكين فعلا هو مسكين طبعا لان يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يا ايها الناس ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من يحب فمن اعطاه الله الدين فقد احبه والذي نفس بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا رسول الله قال غشه وظلمه او غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه لا ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلفه الا كان زاده الى النار يعني شوف المأزق اللي هو فيه عند مال حرام اذا تصدق منه لا يقبل لان ربنا طيب لا يقبل ولا طيبا واذا انفق منه كان معدوم البركة واذا بقي خلفه تركه لمن بعده كان زاده الى النار لان اللي كسب المال ده هو اللي يحاسب عليه وفي الحديث ان روح الميت بترفرف على نعشه وهو محمول الى مسواه الاخير بتنادي على من وراءه يا اهلي يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا كما غرتني فقد جمعت المال من حلال ومن حرام وتركته لكم تستمتعون به واسأل عنه وحدي يوم القيامة انت وحدك فقط يا جامع المال من حله ومن حرامه انت وحدك فقط الذي ستحاسب على هذا المال واحنا عندنا اختبار يا سيد الشريف اختبار شفوي عميق وخطير جدا قبل ما الانسان يعبر الصراط الى الجنة او الى النار زي ما ربنا سبحانه وتعالى كتاب له الاختبار ده بيوقف قبل الصراط ولا تزول قدمه عنه لغاية ما يتسأل اربع اسئلة لا تزول قدمه عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع الاربع اسئلة دونها اللحظ ايه ان كل نقطة من الاسئلة سؤال واحد الا قضية الكسب فيها سؤالين من اين اكتسب قضية المال نعم حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه عمرك وحياتك اهدرتون في ايه فيما قضيت هذا العمر الطويل اتنين من العمر ده هيسأل عن فترة معينة اللي هي شبابه فيما ابلاه الشباب اللي هو فترة الطاقة والنشاط والحياة والعطاء وعن ماله بقى ماله الف به من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه يا سلام